روائح التوابل قوية في هذا المكان والكل مقبل على اقتنائها خصيصا لعيد الأضحى هذا الشاب الذي صادفناه في السوق في طريقه إلى خارج الوطن يقتني هذه البهارات ليعيش في الغربة جو الوطن ولو عبر روائح البهارات المغربية كتكون لكاليتة من هلا اخذيها من المغرب دي ما احنا عدنا لكاليتة زوانة باش صايب طواجناش على براء وصايب دكشي باش يجي نفس البنة ديال البلاد بالنسبة لأوروبا كين ذاك البيرد واتش يعمل ديال تلج كيخلي ديما ليزيب بيسو العطرية بردة سبحان الله العظيم هاتشي عش المغربة كيجي خصيصا للمغرب كيدوز العطلة ديالو كيتقدر العطرية ديالو كيدديها حاجات طرية وزويونة هذا هو لكيخلي الجالية المغربية دي العطرية ديال المغرب وعزيز عليهم بلادهم سر مذاق الطبخ المغربي يبدأ من هنا أنواع من التوابل يقبل عليها الزبناء لإعداد أطباق المخصصة لعيد الأضحى المبارك والجودة هي ما يجلب الناس هنا بالأساس السوخ كاين والأتمينة مزيانة الأتمينة مناسبة كيف العادة يكون الناس تقلية تقول الدوارة هي أنواع ديال العطرية اللي كنحتاجوها وعخص العطرية كناخدها بحاليا العطرية كتكون جديدة وصخونة ديما نحتاج العطرية العام كامل كان العطرية ولكن سبيسيما في العيد كنت تأخذ شيء أنواع لما كنتستعملها حسب جمعيات مهنية فالمغاربة يستهلكون سنويا ثلاثون ألف طن من التوابل وفي زمن المناسبات والأعياد يرتفع الإقبال عليها كل عام هذا شيء يحتاجه للناس كل عام هذه معروفة بالمغاربة كل عام بالمرزية برسحانوت بلقامة المعسل كل عام نديره إن شاء الله وكل شيء مزيد هو شكل من أشكال الحفاظ على الموروث المغربي المتميز عيد الأضحى مناسبة للعودة للأصول واستعمال خيرات الأرض المغربية العريقة وهو مناسبة للدعوة للبحث عن الجودة والحذر من منتوجات غير الأصيلة التي قد تشكل خطرا على صحة المستهلك ترجمة نانسي قنقر